فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقد قال تعالى لست منهم في شيء وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن ثابت لست منهم في شيء كلمة شيء في سياق النفي تعم كل شيء فالرسول بريء منهم في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ما داموا متفرقين في دينهم فليتفطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق الضالة التي تزعم النها على الإسلام وهي تتبع فرقا منحرفة ومتفرقة والإسلام ليس فيه تفرق وليس فيه اختلاف في العبادة والعقيدة والأمة وإنما هو دين واحد وأمة واحدة قال ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر من تابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في بعض أموره فإنه منه من ذلك المتبوع نعم وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء نعم لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض وقوله صلى الله عليه وسلم العلي أنت مني وأنا منك نعم نعم الإنسان من الإنسان الإنسان من الإنسان بمعنى أنه من نوعه لا من عينه فلا يمكن أن يكون إنسانان عينا واحدة وإنما إنسان هو الإنسان في النوع في نوع الإنسانية فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك أي أنت تشبهني وأنا أشبهك لا أن عين عليه وعين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مذهب وحدة الوجود الكافرة نعم فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره لست منهم في شيء من جميع الأشياء التي هي خارج الذات للذات وحدها نعم